السلام عليكم البنات انتمنى تكونوا كلكم على خير يا ربي وتكونوا بألف صحة و سلامة كما نقول لكم دائما و انتم و الأفراد الأسرة انتمنى يلقاكم هذا الفيديو و انتم بألف صحة انتمنى اعجبكم هذا الفيديو اليوم جبت لكم واحد تحلية أو تشيز كيك بثلاثة طباقات جلديد بثاف رائع و هناك الفانيلا و هناك الفريز و هناك البيسكويت و هناك ثلاثة طباقات و هناك ثلاثة طباقات جلديد بثاف اتمنى اعجبكم و اعجبكم الفيديو اتمنى ان اشتركوا في القناة اتمنى ان اشترك و يدعم القناة لكي تزيد القدام و تكبر و اتمنى اتمنى ان اكثرت و اتمنى ان اكون خفيفة على قلوبكم و انتمنى اتمنى ان استحسن و انتمني اعجبكم هذا الفيديو و لا تعجبكم الفيديو و لا تنسوش البنات اتمنى ان اشتركوا في القناة و ندوز على بركتي الله نحضر هذا الشيز كيك الرائع نتمنى ان الاعجاب لكم حتى نتوما نضعوا على بركتي الله المقادير 200 غرام بيسكويت اختارت بيسكويت 5 أو 6 دراهم بيسكويت عادي 200 غرام نحتاج 100 غرام الزبدة ندوبها ثم نأخذ بيسكويت و نتحنه او غير فرشة بسرعة تتحن بعد طحن البيسكويت تتحن بيسكويت نضيف الزبدة و نضيفها على البيسكويت الزبدة اضبتها و اضبتها و اضبتها بصيل او اي حاجة تشيز كيك نحاول ان نخلط ندخل الزبدة كاملة في البيسكويت حتى يتلبس كاملة بل بذيك و اضبتها اضبت مول أضبتها و اضبتها اضبتها كاملة يتواجد اضبتها البيسكويت و انظر نحاول ان يكون السطح المتساوي سوف نحاول ان يكون السطح المتساوي سوف نحاول ان نزل حمز ثم نخلط الثلاجة يجب ان يكون بارد فوق البوتاجي يجب ان يبرد في الكوزينا يبرد سوف نحن برد هذا الطبقة تشد راسة لا تبقى بسكويت سوف ندخل ثلاجة ونضع ثلاثة سوف ندخل ثلاثة سوف نتحرك هذا الشيزكي سهل جدا ومنظر يجري سوف ندخل ثلاثة السكير نضيف فلون فلون نضيف 3 معالق كبار عامرين نضيف 3 معالق السكر نخلط جميع العناصر لا تبقى مكورة نضيف طبقة ثانية نضيف من القليل نضيف بسكوية نضيف حمد نضيف حمد حمد نضيف حمد اضغط طبقة الثالثة واحد عملي اضغط طبقة الثالثة نضيف جميع العناصر أولا نضيف معلقة السكر سنيدة يمكنك أن تضيف سنيدة ولكن سنضيف حليب حليب نضيف حليب حليب قبل أن نضيف حليب حليب قد الطبقة الثانية بضيف حليب حليب till ونحرك حليب حليب interval ونجعل الطبقة الثانية برد الطبقة الثانية نضيف الطبقة الثالثة باختبار الطبقة الثالثة لن أردت نظرة ثلاثة و تعود من قبل فقر مبلغ سيجد لم أتمنة لديكم ملوان أحمر اكبر سواء قد تطبيق تقدر فرس سوف ندخلها للتلاجة تشد راسها ساعة سوف نزينها سوف نخلط 1 ساعة في تلاجة سوف نأخذ شوية الفرز لكي نزين سوف نحتاج السيرو الرمان السيرو الرمان يعني موجود سوف نحتاج مالقة كبيرة الناباج تستطيع الناباج سوف نضيف لكي نضيف السيرو الرمان بالنسبة لك سوف نضيف نضيف المنزل و سوف نضيف نبأ صنع فرز نقطع كما تلاحظه سوف نقطعها من تحت ونضيف الرأس لتبقى مجموعة ونزين على حسب الاختيار سوف نقطع الفريز ونعود نطلقها الوقت بإضافة سوف نضيف الرأس ثم نضيف الرأس سوف نضيف الرأس ثم نصل إلى السطح نضيف الرأس قولتك تستطيع النابج و تلونه بملون احمر اذا كان لديكم ملونه في نكهة الفريز سوف نحاول ان ندهن الفريز ندهن الفريز ندهن فريز ندهن فريز او لا تزينو كما بغيتون اتمنى هاد زينة داينا الاشب ديالكم وان شاء الله سنشوفوها غادي نحيدو لها القالب هذا القالب اللي دلت لها وانشوفوها وهذه هي طارت ديالنا او تشيز كيك تحلية كتشوفو هنا طبقة بعينة طبقة ديال بيسكويت وطبقة بنكهة الفانيلا وطبقة بنكهة تمنتنا الاعجاب ديالكم صراحة المنظر ديالها كي جزوين راقي يعني وكتوجد بسرعة يعني لا بغينا نوجدو شي حاجة تكون سهلة لديو فلغفلاء او شي مناسبة يعني تكون وجدة كتوجد يعني فوقت قصير تمنتنا الاعجاب ديالكم وبصحتكم وراحتكم نقسم معكم واحد طريف فتشوفو كيفاش كتجي من الداخل كتجي زوينة انا بيسكويت شوية بحلية تفرتت لي علش لانا خليتها في تلاجة وقصحت بزاف احاول انكم تخرجوها قبل من تلاجة غير باش لان الحل بارد ذيك البيسكويت كيش تدراسوا بزاف حاولوا تخليوها يعني غير بره باش كتطلق شوية ذك الزبدة وحاولوا تطلق الشوية لانكم يجب علينا بزاف تمنتنا الاعجاب لكم كتجي زوين بزاف وكتجي البيسكويت كثير وكتجي داخل الصيرو وصفرنا من فوق يعني اعطيه واحد للمعان كما تلاحظوه هكذا وكتجي نازل على الجوانب يجي زوين بزاف وكتجي زوين بزاف تمنتنا هاد شيزكيك لانكم انكم اعجاب لكم ونكون خفيف على قلوبكم وبصحتكم وراحتكم إلى فيديو قادم إن شاء الله مع السلامة أخواتي